بسم الله الرحمن الرحيم هناك كلام كثير هلأيام عن التطبيع ونشوف نازح لانين من التطبيع وناس ما أيدين للتطبيع فقلنا نحن لنا فيديو صغير يشرح ما هو التطبيع وشنو أساس التطبيع تبدأ القصة من احتلال بريطانيا لدولة فلسطين ووضع المحتل الصهيوني اللي هم يهود أوروبا اللي هم من الطائف الأشكنازية من اليهود اللي هم أصلهم مو من بني إسرائيل لكن هنخليها على طرف هما يبنون شرعيتهم على أساس في التوراة الجزء الأول من التوراة التكوين اللي يقول فيه إن الله قال للنبي إبراهيم عليه السلام لنسلك أعطي هذه الأرض من مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات يعني لو ننظر إلى خارطة إسرائيل الكبرى التي هم ما مخبينها يعني ما مخلينها سر هدفهم بالأخير هو إنه ياخذون هاي إسرائيل الكبرى التي تضمن كل فلسطين وكل الأردن وثلثين سوريا وثلث السعودية وجزء المتعلق بخناة السويس في مصر فلما الناس طبعت طبعا طبعا قبل الأردن طبعت وقبل الأردن تركيا وكذلك مصر لكن هذا التطبيع كان تطبيع رسمي يعني تطبيع دول تبادل تجاري وتبادل دبلوماسي وليس تطبيع على من الناحية الاجتماعية مثل التطبيع اللي دنشوفه هالأيام مشكلة التطبيع هو إنه النتائج ما هي النتائج المطبعين يقولون إنه هناك مكاسب للشعر الفلسطيني مثل إيقاف الضم وعدم التوسع وهذه كذبة دولة إسرائيل مبنية على أساس التوسع لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى وهذا موجود بالتوراة وبالتلمود وحتى في إنجيل بعض المسيحين المتطرفين الذين الذين يسمون مسيحيين صهاين أما التسامح فهذه أيضا كذبة يبدو إنه التسامح من طرف واحد يبدو إنه التسامح فقط مع الأشكنازي إلى يومنا هذا الشعوب السمراء اليهودية في إسرائيل أو ما يسمى إسرائيل تعاني من التمييز العنصري فما يكون تسامح أما التسامح من طرف المطبعين أيضا نفس الشيء التسامح فقط مع الإسرائيلي لماذا لا توجد تسامح مع الفلسطينيين أو المصريين أو حتى أنت تسامح مع شعبك لأن الدول التي تتطبع تسجن على تغريدة لا شيء آخر فهذا فالشيء غريب أما من ناحية المصالح فقال أنه إقاف الضم وخلال أربع ساعات نتنياهو نكر هذا الشيء قال أنه هذا تطبيع من موقف قوي سلام من أجل السلام ممكن أنه واحد يقول ويمشي حسب النظرة القطرية ويقول أنه المطبعين فلسطيني ليست قضيتهم صحيح ليست قضيتكم لكن عندما يتم التطبيع من قبل كل الدول المسلمة وكل الدول العربية هذا سيبرر للصحاينة شرعية إبادة الشعب الفلسطيني لأنه ما يعتاج مجرد أنه يقولون هذول إرهابين ونتهي الموضوع خلال هذ 30 سنة أمريكا قتلت 8 مليون مسلم بحجة إرهاب ما حتطالب بهم ليش لأنه إرهابي فهذه تبرر شرعية الإبادة للشعب الفلسطيني فإذا حتى ما نقول أن القدس عربية والقدس مسلمة وهذا واجبنا لأنه مثلا النبي وغول القبلتين وثالث الحرمين نقول من الناحية الإنسانية أنه أنت تساهم في شرع عن الإبادة يعني هذا بعيد عن التسامح جدا أما من ناحية المصلحة القومية المؤقتة فمعروفة أنه هاي المصالح شنو هي مثلا الإمارات أخذت الـ F35 اللي رح يستلموها بعد 6 سنين هذا إذا ما لغى الصفقة بايدن سودان أخذوا أنه انشالوا من قائمة الإرهاب الدولي هذا إذا ما لغى الاتفاق بايدن وتطلع فقط مطبع من غير شسمه والمغرب نفس الشي أما المطبعين السابقين اللي الناس تحيرهم فالجواب جواب يعني المطبعين السابقين فقط مطبعين من الناحية الرسمي ما عزموا يهود ببيوتهم ولا غنوا أغاني على التلفزيون أغاني محبة وتسامح فهم مطبعين بشكل رسمي لكن روح على الشعب الأردني روح على الشعب المصري وحتى الشعب التركي ما يوجد ظواهر تطبيع إذا تروح لأي بلد من هذه البلدان ما يتنفس الإسرائيلي ما تشوف علم إسرائيلي أو شخص يقول عن إسرائيلي حتى الإسرائيلي يتصرفون أنهم أوروبيين ما شسم فهذه الكذوبة يعني لون بطل منها أحسن أما يقولون وقد توضأ صلى الله عليه وسلم مما زادة مشركة ومات ودرعه مرهونة عند يهودي نعم نعم الرسول الكريم تعامل مع اليهود وما تودر وهم مرهون عند يهودي لكن من موقع قوة هذول اليهود ما كانوا حاطين قنادرهم على رؤوس المسلمين ما ما كانوا سالبين أراضي وسالبين بيوت من المسلمين الرسول الرسول كان قائد الدولة ذاك الوقت فحتى إذا ما يوجد مقارنة المقارنة يعني مقارنة مقارنة غبية غبية للغاية يعني وطبعا يوجد ناس من هذا النموذج من الركون للعواطف المشبوبة والحماسات الملهوبة الناس تأخذ موقف عاطفي هذا موقف عاطفي هذا موقف نتائج لأنه بعد ما تخلص شغلة فلسطين راح يأخذون سوريا وبعد سوريا راح يأخذون أردن و زين وحتى يأخذون زين عرعر وحائل يعني حتى جزلة العرب بهاي الطريقة التدريجية اللي هم ما نخبينها فنتيج للتطبيع كارثي 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 بمعنى الكلمة و ما حد يستفاد منه غير غير الكيان الصهيوني هناك من يقول في الغرب أن تكون مضاد للصهيونية يعني أنت ضد السامية هذا هم كلام فارغ لأنه هناك صهانة علمانيين هناك صهانة يهودهم وهناك صهانة مسيحين يجمعهم هدف مشترك اللي هو تأسيس دولة إسرائيل الكبرى التي تضمن هذه الدول اللي اللي ذكرناها على هالخارطة هالخارطة منشورة في صحف إسرائيل عامة ليست سرية فهذا موضوع التطبيع ما عدنا أحد هي ليست فقط مسألة عواطف هي مسألة منطق مسألة المنطق أنه ما حد يستفاد من التطبيع غير غير إسرائيل والله يهدي الجميع إن شاء الله لكن للأسف يعني تبين أنه كثير من القيم وكثير من الناس اللي كان عبالنا أنه نعرفهم تبين أنه ما نعرفهم وتبين أنه فكرة الدين وفكرة العروبة كل هذه الكلمات والشعار والشعارات اللي تربينا عليها أما هي طلعت أكذوبة أو الجيل الجديد جيل فاسد فاسد ومنتهي ومنتهي مع الأسف مع الأسف مع شديد الأسف إنه نشوف ناس لا بسأقل ومدخلة يهود ببيتها واليهودي جاعد يمحرمته عاب عاب يعني شقول شقول يشبقه يعني يشبقه إذا اليهودي يتربح جدا محرمتك أنت شنو من بشر ما تفهم يشنو من بشر أنت والله المستحن ترجمة نانسي قنقر